ولكن نرجع لكلام العقدة النفسية هو فعلا الوداد عامل عقدة نفسية للنادي الاهلي يعني هل ده حقيقي على أرض الواقع؟ الحقيقة لا على الإطلاق لو رحت للمواجهات المباشرة هتلاقي النادي الاهلي متفوق 5 فوز النادي الاهلي 3 فريق الوداد البيضاء والمغربي و 4 تعادل يعني من 12 مواجهة ما بين النادي الاهلي ونادي الوداد قدي للطلاقة قدي السورة 12 مباراة الاهلي 5 فوز 3 تعادل 4 هزيمة الاهلي مسجل أهداف أكتر من الوداد الاهلي مسجل 15 في شباك الوداد والوداد مسجل 12 يعني القصة مختلفة تماما والتفوق المعنوي للنادي الاهلي طب أزمتنا إيه؟ قالك أصلين تخسرته 2 نهائي قدام النادي الاهلي هل المعطيات اللي كانت موجودة في 2017 هي المعطيات اللي موجودة حاليا في 2023؟ طب تعال شوف التشكيل النادي الاهلي أصلا هل موجود منه لعبين الحالي في الوقت الحالي؟ ده تشكيل النادي الاهلي في إيهب 2017 دي الفرقة اللي راحت والنتيجة واحد واحد في مباراة الزهاب شريف إكرام مش موجود محمد هاني موجود سعد سمير مش موجود رامي ربيعة موجود حسين السيد مش موجود أحمد فتحي مش موجود عمر السلية موجود مؤمن زكريا مش موجود جونيور أجاية مش موجود عبدالله السعيد مش موجود وليد أذارو مش موجود كم لعب ثلاث لعبين؟ هاني ربيعة والسلية هاني وربيعة والسلية اتنين ما لعبوش مباراة الزهاب لا ربيعة لعب ماتش الزهاب ولا السلية لعب ماتش الزهاب فقط لا غير محمد هاني اللي لعب ماتش الزهاب طب حتى تشكيل الوداد البيضاوي المغربي هو هو نفس التشكيل على الإطلاق التشكيل بالكامل مش هتلاقي منه لعب واحد موجود حاليا لا زهر العروبي ولا نصير ولا عطوشي ولا رابع ولا بدر جدرين ولا صلاح الدين السعيدي ولا النقاش ولا غضروف ولا الكارت اللي موجود في برامتز ولا اسماعيل حداد ولا بن شارقي وكنا أحسن وكنا أحسن لا ونجم كمان كان موجود في مباراة الزهاب وده الوحيد اللي موجود حاليا في التيم الحالي اللي فريق الوداد لكن ما كانش موجود في مباراة العودة فأنت بتتكلم بمعطيات مختلفة خالص بظروف مختلفة خالص مش بس نتيجة مباراة الزهاب المختلفة لا ده الفريقين ما عارفوش بعض فريقين مختلفين تماما لكن 2022 قولنا لو هزرفها ببساطة جديدة جدا تخيل كده ان انت كانت ظروف المباراة النهائية انك ترعب في القاهرة النتيجة اللي كانوا فرحانين بها 2-1 دي كانت هتعلن النادي الآيلي بطل 2022 لو كان المرش في القاهرة مش كنت هتكسب 2-1 مباراة واحدة الوداد كان هيقدم ايه قدام النادي الآيلي افضل من اللي هو قدمه اللي هو راضي بيه ومبسوط بيه من برات القاهرة فقصة التفوق المعنوي نركينا على جنب شوية يا جماعة لان ده ان كان عامل فهو عامل مطمئن ليه نحن ان هم بيلعبوا خارج الخطوط وبعيد تماما عن داخل الخطوط وفي نقطة جات في بالي والله سامة وانت بتتكلم فكرة العقدة انت عندك فوز 5 مقابل 4 3 5-4 و 3 عدلات 4؟ لا 3 صارت الوداد 4 4-3 اعتقد 4 تماما فانت بالنسبة لك ان فريق يوصل للعدد ده من مرات الفوز قصادك وبالنسبة لهم كده عامل عقد انت متخيل يا جماعة في تاريخة كنادي اهل من قرنب ببقية الفرق الافرقية ان فريق يشوف لما انه يوصل الاربع انتصارات مقابل 5 ليك فده بمثابة العقدة لان محدش بيعرف يتفوق عليك في المواجهات المباشرة كذبان ثلاثة كذبان ثلاثة فانت بتتكلم في مواجهاتك مع ساندونز مع ترجي مع وداد مع اغلب الفرق الافرقية مش اغلب كل الفرق الافرقية انت متفوق فهو بالنسبة له الرقم ده لا بمثابة العقدة في ثقافته لان انت شوف حالة السحادة بالاتنين واحد غريبة يعني غريبة الفريق اللي لعب ده ان شاء الله يلعب بكرة اللي لعب الزهاب هو الفريق اللي راح في البطولة قبل المضايا اللي هي بطولة القضية ممكن راح المغرب فاز اتنين سفر رجع هنا فاز تلاتة واحد في دور نصف نهائي بتلعب خمسة واحد ده مواجهاتك مع الجيل الحالي الجيل الحالي انت وجهته في القاهرة اتغلبت مرتين اتنين واحد وتلاتة واحد وجهته في المغرب مرتين مرة فزت اتنين سفر ومرة هزمت اتنين سفر فالتفوق المعنوي للجيل الحالي للعبين الحاليين للنادي الاهلي ان شاء الله يكون التفوق الفني والتوفيق حليف النادي الاهلي بكرة عشان لو حد بيفكر يقول اي كلام عن فكرة عقدة يبقى عارف هي هتكون ايه عودة